الخوارق تأتي للعارفين بالله في درجاتهم المتنوعة فقط أم قد تأتي خوارق لغير هؤلاء خوارق العادات كثيرة تأتي للمسلم ولغير المسلم والعلماء خاصة من الأشاعرة يسمون تلك التي تأتي للوثن مثلا أو للضال المضل يسموها استدراج قد تحدث على يدي الوثن وهو الوثنية نشأت كيف بخوارق العادات لأنهم اعتمدوها مرجعا يرجع إليه فانبهروا فانهاروا أمام هذه الخوارق خوارق العادات تأتي على ودي الوثن خوارق العادات تأتي على يد مسائلين الكدام أتى لهم تعالوا هذا بئر البئر في نص كده لغاية نص مية أنا هعمل لكم دلوقتي خارقة من خوارق العادات بأن أتفل فيه في يفور البئر فتفل فيه فغاض البئر كل أنه تفل فيه فغاض البئر هذه خارقة لكنها خارقة عكسية عكس من الدعاء عكس من الدعاء الخوارق تأتي على يد كثير منها خوارق هذه منها خوارق كسبية كسبية معناها أن العباد نراهم في جبال التبت وهو عنده شفافية يستطيع بها أن ينبئ عن المغايبات بس هذه خوارق لا يعتمد عليه وعندهم تدريب رياضي حتى يصل إلى درجة معينة من قضية خرق العادة خرق العادة فخوارق العادات التي تجري على يد المؤمنين إنما هي نوع من أنواع التثبيت في أول الطريق ونصه في أهل التصوف وتبحروا في ذلك جدا أنه كلما ترقى الولي في قرب إلى الله قلت كراماته حتى إن الوانمرة واحد اللي طلع الأول علينا كلنا تقريبا ما فيش كرامات لأنه ليس في حاجة إليها هي هذه الكرامات بتحاول أن تثبت الطفل الصغير الذي بدأ القطوات الأولى في الطريق تربيه تربيه تثبته تجعلك يؤمن بأن وراء هذا منظور عالم غير منظور فمهمتها هي التثبيت والتحفيز ولذلك تراها في الصغار وليس في الكبار ترجمة نانسي قنقر